عقدت لجنة الطوارئ الرئيسية بمحافظة حضر موت اجتماعا لها في المكلة برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة صالح العمقي وبحضور وكيل المحافظة للشؤون الفنية أمين باروزيق وفريق العمل المشترك وذلك للوقوف على جاهزية الجهات المعنية لمواجهة الاضطراب المدارية المقبل واستمع العمقي إلى شرح حول الحالة الجوية خلال الثمان والاربعين الساعة القادمة حيث من المتوقع امتداد كتلة هوائية رطبة باتجاه خليج عدن والمياه الإقليمية لبلادنا والسواحل الجنوبية وشدد العمقي على ضرورة استمرارية الرصد والمتابعة بهدف التحضير الاستباقي والعمل على اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لضمان سلامة المواطنين وحماية الممتلكات وأقرى الاجتماع تشكيل لجان ميدانية للبدء بأعمال تصفية مجاري السيول ورفع أي معوقات إضافة إلى نشر وحدات من الأمن والجيش والدفاع المدني لإرشاد المواطنين وإبعادهم عن المناطق الخطرة إلى جانب تعليق نشاط الصيادين ومرتدية البحر نظرا لحالة الاضطراب التي ستشهدها مياه البحر خلال اليومين القادمين ترجمة نانسي قنقر